اشتركوا في القناة المسامير طيب وفي بعض الناس يعني اللي عنده من احراف إذا أراد أن يعني يحقد على فلان يضع له في الماء أو في الشراب أو في الطعام شيء من المسامير من باب العداوة فلهذا نقول وضع المسامير على الفراش وفراش المرأة إنما هو زوجها وغطاؤها لقول سبحانه وتعالى هن لباس لكم والنبي عليه الصلاة والسلام لما غطى الحسن والحسين وعلي وفاطم وقال هؤلاء أهل البيتي يدل على أهل البيت الفراش ويدل على الولد القوله عليه الصلاة والسلام الولد والفراش وجود المسامير الحذر من السحر وجود المسامير الحذر من عبث الناس في الحياة الزوجية والعلم عند الله هذه حامل رأت في المنام كأن زوجها أعطاها ربعين يعني من النقود الكويتية نقول أن إعطاء كما قلنا قبل قليل للمرأة إعطاء الرجل لزوجته المبالغ من المال يدل على ذرية لها ويدل على العشرة بالمعروف كما قال سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف ويقول الله سبحانه وتعالى وأنفقوا عليهن وهذا يدل على في باب النفق والإحسان والمحبة والمودة وقد تحمل بولدين والعلم عند الله سبحانه وتعالى